مولانا مش لكل شيء فقه بلا شك ولهل بقى للأضحية ينفع أقول فقه الأضحية نعم أحسن الله إليك ربنا يخليك ربنا مولانا يعني إيه بقى فقه الأضحية إيه فقه الأضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم لكل أمة جعنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية من سورة الحج والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عن يوم عيد الأضحى إن أول ما نبدأ به أن نذهب فنصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك أصاب سنتنا اللهم بلغنا ذلك في عجالة وجازة لأنه أريد أن أصحح مفهوما خاطئا يتداول على مواقع السوشال ميديا للأسف أولا يجب أن تكون الأضحية من الأنعام يعني الإبل والبقرة الأهلية احترازا عن البحرية والجواميس والغنم يرد به الضأن والماعز والآية ذكرناها من سورة الحج الشاه والماعز تجزئ عن واحد فقط ما فيش فيها اسمة لا ولذلك ينسب إلى بعض أهل العلم في مؤسسة إسلامية للأسف أنا لا أدري كيف جاء بهذا الأمر إما قال أن الظروف تجعل أن الخروف أو الماعز ممكن اتنين يشتركان في واحد أقول له خطأ 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 ونقول دلوقت الشوى الماعز تجزئ عن واحد فقط أما البدنة من الإبل والبقرة والجاموسة كل منها تجزئ عن سبعة أشخاص بشرط اتحاد النية يعني القربة يعني الأضحية فقط أما إذا نوى واحد من السبعة غير الأضحية بطلت على الجميع ودليل ذلك خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة أخرجه مسلم وهذا مروي عن جمهر من الصحابة منهم سادتنا علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنه وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي فقه الشام وأبو ثور وأكثر أهل العلم ومزاهب الحنفية والشافعية والحنابلة أما بالنسبة لعدم جواز اشتراك أكثر من واحد في شاء أو ماعز مروي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا رضي الله عنه قال لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة يا بتجزئ عن واحد بس تمام مش هنخوض بقى أن الملكية لا يجزون الاشتراك أصلا لكن خلينا نرجح أن مذهب الجمهور أن البدنة من الإبل والبقرة والجموس طبعا نتكلم على الإنسي اللي هو يعني الأنعام اللي بتعيش معنا في الفلاحين والصعيد والوحاد احترازا عن الغابة فالواحدة اللي بيملكها الشخص الماعز والخروف عن واحد البدنة والبخرة والجموسة حد أخصى عن سبعة على بركة الله طيب وقت التضحية من حيث المبدأ والنهاية الإجماع على أنها تؤدى يوم عيد الأطحى أيضا أصحح مفهوم إذا الإنسان دبح في التسع أيام الأول منزل حج أو زبح ليلة العيد هذا ليس أضحية إنما ده لحم عادي يأكله كلحم عادي فمعروف أن الإجماع على أنها تؤدى يوم عيد الأطحى وتاليين ونختار رأي الحنفية من طلوع فجر يوم النحر ولا يشترط لا صلاة العيد ولا زبح الإمام كما في بعض المذاهب يختار رأي الحنفية من طلوع فجر يوم النحر ويوم العيد وينتهي وقت الأطحية أو التضحية بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق يعني معنا يوم العيد أو يوم العيد تاني يوم العيد إذا غربت الشمس مع المغرب خلاص كده انتهى الله يفتع عليه تمام يسن للمضحي أن لا يزل شيئا من شعر رأسه ولا أظافره بأي نوع من أنواع الإزالة والأصل في ذلك حديث سيدتنا أم المؤمنين أم سلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا برضو أخرجه الإمام مسلم ولها رواية أخرى إذا رأيتم هلال زي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره نفس المرجع صحيح مسلم لكن لا علاقة بين هذا الشيء وما بين الأضحية يعني نفر بأن إنسان طبيعة عمله أن يحلق مثلا ذقمه كالشرطة والجيش والخرجية بطبيعة الحالة تؤثر في الأضحية يعني النهي هنا محمول على الكراهة له لا يمس من شعره ولا من بشره شيئا لكن لو طبيعة عمله تغطادي أنه هو يحلق زي ما قلنا الذأ ويزيل الأصفار يقصها لا هذا الأضحية صحيحة 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 ولأن النهي كما قلت حمله الفقهاء من الجمهور على الكراهة وليس على التحريم مش هناك المسألة مهمة يستحب للمضح بعض التضحية أن يأكل منها وأن يطعم ويطعم وأن يدخر قال الله تعالى فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر من سورة الحج وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضح أحدكم فليأكل من أضحية الحديث مستد الإمام أحمد أما المقادير يشع بين الناس التسليس الله يفتع عليك التسليس يعني جزء يأكله وجزء يتصدق بيه وجزء يهديه نعم الجمهور الفقهاء قال بهذا لكن يعجبني وأرجح رأي المالكية قالوا يأكل بلا حد ويهدي بلا حد ويتصدق بلا حد ويندب عند المالكية وهو ما نرجحه أن يجمع ما بين الأكل من أطحيته وأن يتصدق وأن يهديه طب لو حد دبح وعاوز يتصدق بكل الأطحية على رأي المالكية هذا جائز ومشروع حل أحاديث التسليس اللي هو سلس للأكل والسلس للإهداء والسلس للتصدق هو يحمل على الاستحباب وليس على الإيجاب يحمل والواقع يقول كده يعني نفرض فيه بيت عيلة في الصعيد دبح وخروف يعني كانوا بيشتركوا في معيشها واحدة وفي كبير البيت هو اللي هيتبح هذا الخروف طب بالله عليك فيت فيه عشر أنفس يعني ما هيجي يده إهداء هم مش لقين أو هيجي يتصدق لا هو يخرج ما يستطيعه فاتقوا الله ما استطعته نفرض زي ما أنت تفضل واحد خايف من شحوم الخراف أو الضأ وقال إنه هو هيقيم الشعيرة ويتصدق بها كلها هيقيم الشعيرة ويهديها أنا بدر بمثال إبه هنا رأي المالكية والإمام مالك هو من هو إمام دار الهجرة فله أنه يهدي بلا حد ويتصدق بلا حد ويأكل بلا حد حلو جدا فيه بقى سنة يا رب بالوقت بس ما يداهمناش في الشدائد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت يعني أزمة اقتصادية خلي بالكوا الأزمات الاقتصادية ما لاش دعوة بالتدين ولا بالدين لأن في بعض الناس عندهم مرض جلد الزاد يعني سيدنا يعقوب وهو نبي ابن نبي مشكلة أولا طبعا وسيدنا يوسف ابنه طبع ما حصلت مجاعة وقحت في الشام طبعا ولجوا إلى مصر يأخذوا منها القمح ما نيجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حصلت أزمة اقتصادية في سنة من السنوات فقال للصحابة رضي الله عنهم وأرضهم كلوا ادخروا إلى ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام لا فيعني كل راح متصدق بعد ثلاثة أيام لكن هذا الأمر نسخ قال الله عليه الصلاة والسلام لما جم العمض التالي قالوا يا رسول الله ألا نصنع يعني زي للعام الماضي نأكل لثلاثة أيام قال لا إنما قلت لكم دا كان وقت شدة لكن كلوا ادخروا نعم ترجمة نانسي قنقر